أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف المقرى رئيس المخابرات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية المسؤولة عن اغتيالات بصواريخ كاتيوشا كما أعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ موجه نقطة تموضع الجنود الإسرائيليين في موقع المطلع وكانت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية قد أشارت إلى نحو 150 صاروخا أطلقت من لبنان عبر الحدود دون وقوع خسائر بشرية